اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اسم الفاعل وسوف نتعرف من خلال حصة اليوم على طريقة صياغة اسم الفاعل من غير الثلاثي فسبق وان بينا طريقة صياغة اسم الفاعل من الفعل الثلاثي وبينا انه يصاغ على وزن فاعل فعندما اقول كتب فهو فعل ثلاثي والعبرة هنا كما بينا بالماضي كتب من ثلاثة احرف فيكون اسم الفاعل على وزن فاعل فتكون كاتب اي الذي قام بالكتابة وعلمنا ان اسم الفاعل يدل على من قام بالفعل ويعطي معنى الفعل المبني للمعلوم فعندما اقول محمد يكتب الدرس فهذا فعل مبني للمعلوم ثلاثي وكما بينا ان حرف المضارعة لا يعتد به فالعبرة بالماضي فيكتب هي تعطي معنى اسم الفاعل كاتب نستطيع ان نستبدل محمد يكتب الدرس ونقول محمد كاتب الدرساء وهكذا فاليوم نستكمل سويا طريقة صور اسم الفاعل من غير الثلاثي ونبدأ باتفاقية البوابة احترام وقت الحضور والمغادرة للحصة الدراسية في البوابة التعليمية انجاز المهام في الوقت المحدد المشاركة بفاعلية حل الانشطة والتطبيقات في وقتها المحدد الكتابة باللغة العربية الفصحة الاستئذان عند الانصراف من الحصة واخيرا عدم التعليق خارج الموضوع اما الان فمع اهداف الدرس تعرف اسم الفاعل صيغة ودلالة وطبعا اعزاء الطلاب تعرفنا على طريقة صياغة اسم الفاعل من الثلاثي فاليوم نتعرف على صياغة اسم الفاعل من غير الثلاثي اما الدلالة فايضا سوف نتدرسها سويا ثانيا اشتقاق اسم الفاعل اشتقاقا سليما ثالثا استعمال اسم الفاعل استعمالا سليما في التواصل الشفوي والكتاب يفترض منا في نهاية الحصة ان نكون قد حققنا تلك الاهداف بالنسبة للفعل الثلاثي وغير الثلاثي اما الان فمع النشاط التمهيدي عين في القائمة الآتية الاسماء المشتقة امامك من الوقت دقيقة ترجمة نانسي قنقر نريد مشاركاتكم ابناءنا الطلاب كما عودتمونا دائما فهي اسرع بالاجابة طيب نرى سويا في هذه القائمة ان معظم الكلمات مشتقة وهذه الكلمات المشتقة نوعها اسم فاعل فكلمة بان اسم فاعل من بانا بنا بنا فهو بان وهو اسم منقوص تحذف ياءه كما بينا في الحصة الماضية عندما يكون نكرة في حالتي الرفع والجر مثل قضى قاض ودعا داع وبنابان اما كلمة منير فهي اسم فاعل للفعل انار اما قاض اسم فاعل للفعل نعم اسمع من يجيب للفعل قضى اما بائع فهي اسم فاعل للفعل نعم باعة فباعة فاعل ثلاثي اجوف اي معتل الوصف طيب اما كلمة محاسب فهي اسم فاعل للفعل حاسب وطبعا من غير ثلاثي وسوف نتعرف على كيفية صياغة محاسب ومنير في تلك الحصة ان شاء الله اما علم وسامير فهي ليست من المشتقات فعلم مصدر للفعل علم والمصادر كما بينا من قبل ابناءنا الطلاب هي اسماء جامدة وتندرج تحت اسم المعنى اما سامير فهو اسم شخص اي انه اسم جامد ونوعه اسم ذات سامير اسم لشخص فيكون اسم ذات اي جامد طيب اما الآن ابناءنا الطلاب فمع نشاط تمهيدي تالي استبعد من كل قائمة مما يأتي العنصر الدخيل امامك من الوقت دقيقة هيا اسرعوا بالاجابة واتحفونا بمشاركاتكم المتميزة موسيقى اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر اجابة الطالب عبد الرحمن ناصر عبد الرسول برك الله فيك يا عبد الرحمن وطالب محمد عدنان عبد الله أحسنت يا محمد والطالب مالك فيصل محمد أحسن الله إليك يا مالك وأحسن الله إليكم جميعا وبرك فيكم فالقائمة الأولى أبناءنا الأعزاء نجد أنها كلها احتوت على أسماء مشتقة ونوع المشتقة هو اسم فاعل من فعل ثلاثي كل اسم فاعل في هذه القائمة من فعل ثلاثي ما عدا كلمة واحدة فكلمة كاتب نعم أسمع من يجيب هي اسم فاعل من الفعل نعم أحسنتم كتب وسائل نعم أحسنتم أسمع من يجيب اسم فاعل من الفعل سأل قائم اسم فاعل من الفعل قام قائل اسم فاعل من الفعل قال فاهم اسم فاعل من الفعل فاهم عامل اسم فاعل من الفعل عامل أما كتابة كتابة فهي مصدر للفعل اللي كتبه فهي عنصر دخيل وقلنا وبينا وأكدنا أن المصادر أسماء جامدة إذن كتابة اسم جامد وطبعا نوع اسم معنى لأن المصدر اسم معنى أما القائمة التالية مخلص اسم فاعل من الفعل أخلصة فعل أخلصة غير ثلاثي وسوف نتعرف على صياغة الاسم الفاعل من الفعل الغير ثلاثي هذه القائمة تحتوي على أسماء أفعال من غير ثلاثي معنى عنصر واحد أما مجتهد فهي اسم فاعل للفعل اجتهد أكثر من ثلاثي اجتهد أما محسن اسم فاعل من الفعل أحسن أي أكثر من ثلاثي متعاون اسم فاعل من الفعل تعاون أيضا تعاون فاعل ماضي أكثر من ثلاثي وعندما أقول أكثر من ثلاثي أي أن عدد أحرف الفاعل أكثر من ثلاثة أحرف أن الفعل ينقسم إلى ثلاثي وأكثر وصد بأكثر قد يكون رباعي أو خماسي أو سلاسي ولا يوجد أكثر من ذلك أقل فعل ثلاثة أحرف وأكبر فعل هو ستة أحرف أما مثابر اسم فعل من الفعل ثابرة مرتفع اسم فعل من الفعل ارتفع أما العنصر الدخيل فهو إحسان مصدر للفعل أحسن وبينا أن المصدر اسم جامد ونوعه اسم معنى طيب تذكر اجعل تحت كل عنوان التعريف الملائم له ونتذكر سويا ونسترجع ومعكم من الوقت دقيقة فهيا أظهروا لنا مشاركاتكم المتميزة طبعا عندما ننظر إلى إجابة هذا السؤال فنجد أنه المصدر اسم يدل على حدث يخلو من الزمان ويتضمن أحرف فعله أما اسم الفعل اسم مشتق يدل على من قام بالفعل أما اسم الذات فيتجسد في الأسماء التي تدل على ذات مادية محسوسة أما الآن فمع مقدمة الدرس تذكر دع مكان النقط فيما يأتي الكلمات المناسبة لتكمل القاعدة يصاغ اسم الفعل من الفعل الثلاثي على وزن نقط ويدل على نقط أمامك من الوقت نصف دقيقة هيا أبناءنا نريد النشاط والحيوية كما عودتمون دائما برك الله فيكم أحبابي أحسنتم وأحسن الله إليكم فيصاغ اسم الفعل من الفعل الثلاثي على وزن فاعل ويدل على من قام بالفعل أو اتصف به ويعطي معنى الفعل المبني للمعلوم أما الآن فتعالوا بنا نتعرف على أن اسم الفاعل هو اسم مشتق يدل على من قام بالفعل نحو أكل فهو آكل وسمع فهو سامع أو على من اتصف بالفعل نحو خائف من خافة وجاهل من جهلة يصاغ اسم الفاعل من الفعل الثلاثي المجرد على وزن فاعل مثل أمر آمر ووهب واهب ملحوظة مهمة وبيناها في الحصة الماضية تحذف اسم الفاعل في حالتي الرفع والجر إذا كان اسما منقوصا نكرة مثل ترافع في الجلسة محام بارع فالذي ترافع هو المحام فمحام هنا فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الياء المحذوفة لما حذفت لأن محام اسم منقوص فتحذى فيه عندما يكون نكرة في حال ترافع أيضا فاز كل ساعن إلى الخير فساعن الكلمة بعد كل تأتي مضاف إليه فساعن مضاف إليه والمضاف إليه كما تعلمون أبنائك مجرور دائما ساعن مضاف إليه مجرور وعلامة الجر الكسرة المقدرة على الياء المحذوفة فلا يخفى عليك أن هذا التنوين ليس تنوين الإضافة ولكن تنوين عوضا عن الياء المحذوفة طبق تعالوا بنا نحاول أن نجيب على هذا النشاط سغ اسم الفعل من الأفعال التالية وحدد دلالته كما هو موضح كما هو موضح في المثال قرأ قارئ دل على من قام بالقراءة أمامك من الوقت دقيقة هيا بنا أبنائنا نريد المشركات المتميزة والنشاط الذي عودتمونا عليه ونرى من منكم الذي يسبق بالإجابة الصحيحة أولا بأول ترجمة نانسي قنقر سبق بالإجابة على هذا السؤال الطالب محمد عيسى محمد بارك الله فيك يا محمد الطالب أحمد مكي حسين أحسنت يا أحمد الطالب علي عبد النبي مكي بارك الله فيك يا علي والطالب أحمد محمد عمر أحسن الله إليك يا أحمد وأحسن الله إليكم جميعا وبارك فيكم طيب تعالوا بنا لنتعرف على الإجابة وقف اسم الفاعل واقف دل على من قام بالوقوف صامة صائم دل على من قام بالصيام ذهب فهو ذاهب دل على من قام بالذهاب لعب فهو لاعب دل على من قام باللعب قرأة فهو قارئ دل على من قام بالقرأة طيب لاحظ أكمل ما يأتي باشتقاق اسم الفاعل انتبهوا معي جيدا أبناءنا الطلاب فهذا الجزء يخص درس اليوم وهو سياغة اسم الفاعل من الفعل الغير ثلاثي أي الذي عدد أحرفه أكثر من ثلاثة أحرف في الماضي الذي قام بفعل المصارعة نسميه مصارعا طيب مصارعا فعله نعم صارع يصارع مصارعا طيب الذي قام بفعل التعليم نسميه معلما طيب معلما فعله نعم علما المضارع يعلم معلم أما الذي قام بفعل الإطعام نسميه مطعما نعم أحسنتم ولا يخفى علينا أن مطعما فعله أطعما والمضارع منه يطعم فهو مطعم أما الذي قام بفعل الاستكشاف نسميه مستكشفا ففعله استكشفا والمضارع منه يستكشف فهو مستكشف طيب إذن جميع الأفعال التي اشتق منها اسم الفاعل في الأمثلة السابقة ثلاثية مزيدة أي أنها كلها أفعال أكثر من ثلاثية ثلاثية مزيدة يعني أكثر من ثلاثية صيغة اسم الفاعل من الأفعال الثلاثية المزيدة على أوزان مختلفة فما طريقة صياغته إذن أنت مطالب أنت مطالب الآن أن تكتشف كيف أتينا باسم الفاعل من الفعل صارعا ماذا فعلنا طيب خلونا ننتقل إلى التالي لاحظ أكمل ما يأتي باشتقاق اسم الفاعل الذي قام بفعل المثابرة نسميه نعم مثابرا مثابرا فعله ثابرا المضارع يثابر فهو مثابر الذي قام بفعل الإذاعة نسميه نعم أسمعكم جميعا برك الله فيكم وأحسن إليكم مذيعا إذن مذيعا فعله أذاعة طبعا أكثر من ثلاثية كلها أسماء أفعال لأفعال أكثر من ثلاثية أذاعة فعله المضارع يذيع فهو مذيع أما الذي قام بفعل الإكرام نسميه نعم مكرما وفعله أكرم الماضي أكرم ماضي أما المضارع يكرم فهو مكرم أما الذي قام بفعل الاستعلام نسميه مستعلما ففعله الماضي استعلم ومضارعه يستعلم فهو مستعلم فكر وحاول أن تكتشف كيفية صياغة اسم الفاعل من الفعل الغير ثلاثي لاحظ فيما يأتي طريقة اشتقاق اسم الفاعل ثم أكمل على نفس المنوال الفاعل في الماضي انصرف الفاعل في المضارع ينصرف اسم الفاعل منصرف ماذا حدث انصرف ينصرف منصرف دعونا نقوم بحل هذا التدريب وأمامك من الوقت دقيقة فهيا بنا اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر طيب القاعدة صيغة اسم الفاعل من الثلاثي المزيد والرباعي يعني صيغة اسم الفاعل من كل فاعل غير ثلاثي معنى هذا كذلك على وزن مضارعه مع إبدال حرف المضارعة ميما مضمومة وكسر ما قبل الآخر يعني أي فاعل غير ثلاثي يعني أكثر من ثلاثي عندما نأتي باسم الفاعل ماذا نفعل نأتي بالمضارع ثم نقلب حرف المضارعة ميما مضمومة ثم نكسر ما قبل الآخر أتوقع من الجميع أن يكون قد حافظا تلك القاعدة عندما يطلب منك سياغة اسم الفاعل من فاعل غير ثلاثي مثل أكرم أحسن قابل عامل علم اربتفع استخرج وهكذا طالما في الماضي أكثر من ثلاثة فهو غير ثلاثي نأتي بالمضارع ثم نقلب حرف المضارع ميما مضمومة ونكسر ما قبل الآخر وانتبه معي عزيزي ما قبل الآخر في الفاعل أحرف الفاعل الأصلية يعني عندما أقول مثلا تشابك يتشابك فهو متشابك فنستطيع أن نؤنث اسم الفاعل فنقول متشابكة هي متشابكة أو هذه متشابكة إذن التاء المربوطة هي علامة للتأنيث ولكن متشابكة قبل الآخر الكاف هي التي عليها الكسرة لاحظ ذلك وأيضا في حالة الجمع كذلك اسم الفاعل قد يجمع فأقول صائمون هم صائمون صائمون اسم فاعل من الفاعل صامى صائم على وزن فاعل وهكذا فلا يعتد بعلامة التأنيث أو علامة الجمع ننتقل إلى التجريب التالي لاحظ فيما يأتي تريقة اشتقاق اسم الفاعل ثم أكمل على نفس المنوال ارتفع يرتفع مرتفع أمامك من الوقت دقيقة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر وبرك الله فيكم وتعلوا بنا لنتعرف على الإجابة وأعلم أنكم جميعا تسابقون بالإجابة استخرج الفاعل في المدارع يستخرج اسم الفاعل مستخرج استقام يستقيم فهو مستقيم تناقش يتناقش فهو متناقش أرض يرضي مرض انتبه معي عزيزي في المثال الأخير لم نقل مرضي ولكن قلنا مرض لما أسمع من يجيب برك الله فيكم أحسنتم لأن مرض كما بينا هو اسم منقوص نكرة عندما يكون الاسم المنقوص نكرة في حالة رفع أو جر تحذف ياء ويعود عنها بتنوين نعم أسمعكم وأنتم تكررون بتنوين يسمى تنوين العوض عوضا عن الياء المحذوفة برك الله فيكم جميعا أما لو كان في حالة نصب فنقول مرضيا تظهر الياء وتظهر علامة التنوين واذر ألف التنوين مرضيا برك الله فيكم طيب نلاحظ القاعدة صيغة اسم الفاعل من الثلاث المزيد والرباعي على وزن مضارع بإبدال حرف المضارع ميما مضمومة وكسر ما قبل الآخر أتوقع من الجميع أن يكون قد حفظ تلك القاعدة طيب اعرف معي بني يصاغ اسم الفاعل من الفاعل الثلاثي المزيد والفاعل الرباعي مجردا ومزيدا على وزن مضارعه بإبدال حرف المضارعة حرف المضارعة ميما مضمومة وكسر ما قبل الآخر طبعا بني يعني نفس القاعدة اللي بنكرر فيها وأن الفاعل طالما أكثر من ثلاثي عند اشتقق اسم المفعول منه نأتي بالمضارع ثم نقلب حرف المضارعة ميما نعم مضمومة ثم نكسر ما قبل الآخر وطبعا لا يعتد بتأنيث أو بعلامات الجمع طيب الأمثلة كالتالي بني استبدل فعل نوع ثلاثي مزيد ثلاثي مزيد بكم حرف هيا قم بالعدد معي استبدل نعم إذن بثلاثة أحرف إذن هذا الفعل مجموع عدد أحرفه إذن هو سلاسي وبين قوسين ثلاثي مزيد بثلاثة أحرف الهمزة والسين والتا طبعا لا يخفى عليك بني أن الألف في بداية الكلمة من الأفضل أن نقول همزة وهي هنا همزة وصل طيب ثلاثي مزيد المضارع يستبدل اسم الفاعل مستبدل قمنا ب طبعا إبدال حرف المضارع الياء ميم وقمنا بضم الميم وقبل الآخر الدال فقلنا مستبدل أما لو قلنا مستبدلة وهنا أنا أنبه يعني التاء المربوطة لا يعتد بها فهي مستبدل فتكسر الدال فتكون مستبدل كما يعني هي حتى إذا كنت قد طلب منك أن تستخرج تستخرج اسم الفاعل والكلمة مؤنثة وأتيت بها في المذكر عادي صحيح أيضا طيب الفعل دم دمى رباعي مجرد المضارع يدمدم اسم الفاعل مدامدم الفعل انقلب ثلاثي مزيد هيا بين معي مزيد بكم حرف بناي أصله نعم أسمع قلب إذن أحرف الزيادة هي نعم الهمزة والنون إذن الفعل كامل خماسي وبين قوسين ثلاثي مزيد بحرفين انقلب ينقلب منقلب أحسنت تململا الفعل رباعي مزيد طبعا مزيد بكم حرف نعم حرف واحد وهو التاء يتململ فنقوم بابدال يا المدرع ممن مضمومة وكسر ما قبل الآخر فتكون متململ أما الآن تعالوا بنا لنطبق كما في المثال سوق اسم الفعل من الأفعال الآتية وحدد دلالته كما هو موضح في المثال استخرج مستخرج الوزن مستفعل هيا أمامك من الوقت دقيقة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر سبق بالإجابة الطالب محمد فاضل عباس بارك الله فيك يا محمد والطالب خالد نواف خالد أحسنت يا خالد والطالب جاسم علي كاظم بارك الله فيك يا جاسم وبرك الله فيكم جميعا أبنائي تعالوا بنا لنتعرف على الإجابة الفعل اجتهد اسم الفاعل منه مجتهد وزن اسم الفاعل مفتعل طبعا أحبابي الفعل اجتهد المدرع منه يجتهد إذن نبدل حرف المدرعة ميما مضمومة ونكسر ما قبل الآخر فهو مجتهد على وزن مفتعل الفعل انتصر ينتصر فهو منتصر مفتعل طبعا عند الوزن وصيق بني بأن تتعرف على أصل أحرف الكلمة منتصر أصلها نصر فنصر على فعل ثم نضيف الزيادات في نفس مكانها فتكون مفتعل أما الفعل وقا فهو واق طبعا هنا الفعل ثلاثي فيكون اسم الفاعل منه على وزن فاعل ولكن هنا لا نقول واقي لما نعم أسمع الجميع يجيب إجابة صحيحة نعم لأنه اسم منقوص نكرة فتكون في حالتي الرفع والجر نحذف منها الياء وتكون بهذا الشكل يعوض عن الياء المحدثة بتنوين يسمى تنوين العوض أما واق على وزن فاعل لما لأن نصل الفعل واق فالوا والقاف هي الفاء والعين في الكلمة أما ياء الكلمة محذوفة فنحذف مقابلها مقابلها اللام وتنزل الألف الزائدة فتكون واق فاعل أما استقام المضارع يستقيم ونبدل المضارع ميم مضمومة فتكون مستقيم عندما نكسر ما قبل الآخر انتبه معي بني عندما يكون مقابل الآخر ألف مد فعند كسر يقلب مد مباشرة فتكون مستقيم على وزن مستفعل أما اقتض فهو مقتد أي أن المضارع يقتدي فيكون اسم الفاعل مقتد ولما حذفت الياء نعم أسمع الجميع يجيب في صوت واحد لأنه اسم منقوس في حالة رفع أو جر نحذف منه الياء ويعود عنها بتنوين يسمى تنوين العوض عن الياء المحذوفة فتكون مفتد على وزن مفتع برك الله فيكم وأحسن الله إليكم أما الآن فمع هذا التدريب طبق سخ اسم الفعل من الأفعال الآتية وحدد وزنه كما هو موضح في المثال استفهم فهو مستفهم على وزن مستفعل أمامك بني من الوقت دقيقة فهيا ترجمة نانسي قنقر 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 تعالوا بنا أبناءنا الطلاب لنتعرف على الإجابة الفعل أرضى اسم الفاعل منه مرضي طبعا عرفنا السبب لما لم نقل مرضي نعم لأنه اسم منقوص وزن اسم الفاعل مفعل طبعا حذفت الياء التي هي لم فعل عامل اسم الفاعل منها معامل آسف عامل فعل مات اسم الفاعل منها معامل لأن المضارع يعامل أما وزن اسم الفاعل فهو مفاعل اعتمد المضارع يعتمد فهو معتمد على وزن مفتعل طمأنا المضارع يطمئن اسم الفاعل مطمئن فهو مفعلل انتبه معي عزيزي فالفعل طمأنا هو رباعي مجرد أي أصلي أي أن أحرفه أصلية فيكون طمأنا على وزن فعل لا مثل زلزل وسيطر وجلجل وهكذا ولذلك مطمئن على وزن مفعلل تهادى يتهادى متهادن لما نعم اسمع الجميع خلاص كل فهم وحفظ فهو متهادن لأنه اسم منقوس عذفت ياءه في حالتي الجر أو الرافع وعود عنها بتنوين يسمى تنوين العوض عوضا عن لياء المحذوفة فهو متفاع متهادن على وزن متفاع طيب التقويم الختامي الأول سغ اسم الفاعل من الأفعال الآتية هيا أمامك من الوقت دقيقتان اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة سبق بالإجابة الطالب أحمد ناصر أحمد برك الله فيك يا أحمد والطالب سيد علي سيد يونس أحسن يا سيد والطالب عمر وائل إبراهيم برك الله فيك يا عمر وبرك الله فيكم جميعا أما الآن فتعالوا بنا لنتعرف على إجابة هذا التقويم أما دعا فاسم الفاعل منه داعن لأنه اسم منقوس فحذفت ياءه وعود عنها بتنوين يسمى تنوين العوض أما صافح فهو مصافح صافح يصافح مصافح أما دعا لأنه ثلاثي فأتى اسم الفاعل على وزنه فاعل داعن أما لاقى فهو غير ثلاثي فيكون اسم الفاعل ملاقن أما ولولا فيكون اسم الفاعل مولول أما التحم يلتحم فهو ملتحم فازا طبعا فائز لأنه ثلاثي طبعا أحبابي كلنا قد علمنا أن اسم الفاعل من الثلاثي على وزن فاعل ومن غير الثلاثي بأن نأتي بالمضارع ثم نقلب حرب المضارعة ميما مضمومة ثم نكسر ما قبل الآخر وأخيرا مع التقويم الختامي الأخير استخرج من الفكرة الآتية كل اسم فاعل واذكر فعله أيها الواهبون حياتكم في نفع الناس القائمون على العمل المثمر هنيئا لكم بتلك النفوس الصافية المحبة للخير والمدافعة عنه هيا بنا أبناء الطلاب أمامك من الوقت دقيقتان طبعا أبناء هذه القطعة على صغرها فهي تعبر عن قيمة جميلة وهي قيمة تقديم النفع إلى الناس وتقديم الخير وتقديم العمل المثمر هذا كله من تعليم ديننا الحنيف ومما وصانا به الرسول الكريم ويؤدي في النهاية إلى سعادة النفس فأهمس في أذنيك بني أن تكون دائما مفتاحا للخير محبا له عاملا به لتسعد وتهنأ وتشعر بالرضى النفسي والسعادة ترجمة نانسي قنقر دعونا نتعرف على إجابة هذا التدريب فطبعا الواهب أيها الواهبون وهذا ما قد بيناه لكم أحبابنا الطلاب فالواهبون اسم فاعل وصيغة أو جاء على صيغة جمع المذكر السالم فيكون الواهب اسم فاعل فعله وهب القائمون أيضا القائمون على العمل فيكون القائم اسم فاعل فعله قام العمل المثمر المثمر اسم فاعل فعله أثمر الصافية نفوسهم الصافي يعني لو كتبت الصافي صح أو الصافية بتاعي التأنيت برضو صح فيكون الفاعل من الصافي صفا طب المحبة للخير الفعل هو أحب يحب محب المحبة أو المحب بتاعي التأنيت لا يعتد بها المحب شوف قبل الآخر هي مكسورة المحبة المدافعة كذلك في المدافعة كالتأنيت لا يعتد بها فقبل الآخر هو الفا المدافعة فعلها دافعة وأخيرا نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه وندعو المولى عز وجل أن يكلل مسعاكم بالنجاح والتفوق وبرك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اسلام أستاذ الله يبرك فيك جزاك الله كل خيار